يعقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري لاجتماع السادس للجمعية العامة يوم الاثنين المقبل بالقهرة برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري وبحضور رؤساء مجالس الدولة ورؤساء المحاكم الإدارية العليا وممثلهم والوفود المشاركة من الدول الأعضاء وتنقش الجمعية العامة للاتحاد عددا من الموضوعات من بينها مشروع إنشاء الأكديمية العربية للقضاء الإداري وإنشاء فروع لها في الدول الأعضاء وإنشاء مقر للاتحاد في مبنى مجلس الدولة بالقهرة الجديدة ويأتي ذلك في إطار الحرس على الارتقاء وتطوير أنشطة الاتحاد وتعظيم دوره خلال الفترة المقبلة